اشتركوا في القناة في الصحف الإسرائيلية صحيفة معارف الوزير الخارجية السعودي لمعارف علاقات فقط بعد السلام ومن صحيفة إسرائيل هايوم جهود مشتركة لجنة استيادة بدأت العمل وفي الصحف الفلسطينية صحيفة الحياة الجديدة اشتية نرفض محاولات تسيس المحكمة الجنائية الدولية وفي الصحف العربية صحيفة الوطن السورية الجيش يتقدم غرب حلب ويبدأ معركة تأمين المدينة وفي الصحف العالمية صحيفة لي باريسيان الفرنسية الانتخابات البلدية في باريس ارتدادات صدمت جريفو إذن نبدأ هذه الجولة مع الصحف علي بالطبع العنوان في صحيفة معارف ووزير الخارجية السعودي لمعارف علاقات فقط بعد السلام بالطبع يعني هو العنوان الأبرز في هذه الصحيفة نعم على هامش أعمال مؤتمر الأمن في ميونيخ وجه مراسل صحيفة معارف سؤال لفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي حول توقعاته بالنسبة لإبرام السعودية اتفاقات دبلوماسية مع إسرائيل والإعلان عن علاقات رسمية بين البلدين الوزير فاجأ الصحفي وقال أنه لن تكون هناك علاقات إلا بعد اتفاقية سلام بمعنى بين إسرائيل وبين الفلسطينيين العنوان الثنوي في الصحيفة يتحدث عن أن الوزير في إجابته يعني بعث على أظهر بعض البرودة في التوجه السعودي تجاه السلام هذا لا يلغي علي أن إسرائيل قبل فترة وجهزة كان هناك إعلان عن فتح الخطوط الجوية بشكل مباشر مع السعودية وإذن السعودية استنكرت أو قالت لا لا يوجد مثل هذا الشيء وإسرائيل تحاول بكل الوقت استغلال التهديد الإيراني من أجل تطبيع العلاقات مع السعودية وهذا التصريح لوزيرة الخارجية السعودي لا يلغي احتمالين الاحتمال الأول بطبيعة الحال هو أن عجلة التطبيع بين البلدين ستستمر حتى رغم ما قاله الوزير أنها لن تكون هناك علاقات دبلوماسية رسمية قبل اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني والأمر الثاني والاحتمال الثاني أن السعودية ملتزمة برغبتها بدفع عملية التسوية بين الإسرائيليين وبين الفلسطينيين وربما ستستمر بالوساطة بين الجانب الإسرائيلي وبين الفلسطينيين هي لن تستمر لأنها لم تبدأ بشكل رسمي لكنها ستدخل في هذه الوساطة لأن الجانب السعودي معني جدا بهذه العلاقات مع إسرائيل لذلك ربما وهذا هو الاحتمال الثاني الذي أردت الحديث عنه أن هذا التصريح لا يلغي احتمال أن يصل البلدين وربما دول عربية أخرى إلى اتفاق لا حرب ليس اتفاق سلام بمعنى اتفاق من نوع أخر اتفاق لا حرب بين الدول العربية وبين الإسرائيل لا لأي سلام بحسب شروط صفقة القرن أم المبادرة السعودية المعرفة ونتحول إلى صحيفة إسرائيل يوم هناك جهود مشتركة لجنة السيادة بدأت العمل حينما يسأل بن يمين نتنياهو لماذا أنت لم تعلن ضم مناطق في الضفة الغربية وفقا لما جاء في الاحتفال في البيت الأبيض قبل ثلاثة أسابيع اعترف الرئيس الوزراء الإسرائيل أن هناك ضغط أمريكي عن أن لا يتم الضم فورا أن لا يتم الضم قبل الانتخابات وأن لا يتم الضم من خلال تجاهل كامل للفلسطينيين الذي يقوله بن يمين نتنياهو أن عجلت الضم تجري على قدم وصاق ولكن هناك ترتيبات من بين هذه الترتيبات إنشاء لجنة أمريكية إسرائيلية مختصة لترسيم الخرائط ولترسيم الحدود ما الذي يمكن ضمه وما الذي يجب إبقائه للمفاوضات مع الجانب الفلسطيني النظر هو تشكيل أو تركيبة هذه اللجنة السفير فريد من في هذه اللجنة وهناك أيضا شخصيات أخرى لربما تدل هذه الشخصيات على شيء ما فيما يتعلق بعملها أنا أسأل أدام هل لدينا تأكيد بأن هذه اللجنة بالفعل ستفعل ستعمل أم أن هدفها الأول هو بمجرد الإعلان عنها خدمة لبن يمين نتنياهو أمام جمهور اليمين ليرسل رسالة لجمهور اليمين أن إعلان الضم لم يكن مجرد فقاعة انتخابية تهدف لمساعدة بنيمين نتنوع إنما أمر واقع ربما لجمه بعد الثاني من أذار بالطبع نتحول إلى عنوان آخر في صحيفة إسرائيل هاي يوم أيضا ألمانيا نقف إلى جانب إسرائيل في لاهاي وفي الصحف الفلسطينية أيضا تناولت العنوان بشكل آخر صحيفة الحياة الجديدة اجتينا نرفض محاولات تسيس المحكمة الجنائية الدولية السؤال علي هل رضغت ألمانيا فعلا للضغوطات الإسرائيلية وهي أيضا تأتي عقب أيضا تصريحات أتشيك في عقب هذا القرار نعم جمهورية أتشيك علاقاتها مع إسرائيل معروفة ألمانيا كانت دائما تحاول أن تلعب دور النزيه الغيء المحايد ولكن أنا أربط بين هذا العنوان وبين أمر آخر دول الاتحاد الأوروبي تدرس في الآونة الأخيرة وخاصة منذ إعلان صفقة ترامب في البيت الأبيض كيفية الرد على هذه الخطوة الأمريكية للإبقاء على حل الدولتين قائم في الأيام الأخيرة كثرت الأنباء أن الاتحاد الأوروبي ربما غدا حتى يعلن عن اعترافه بدولة فلسطينية بمعنى أن يعني يوازل اتحاد الأوروبي بين حماس واندفاع ترامب تجاه اليمين الإسرائيلي بما يحتويها الأمر من إلغاء لفكرة الدولتين رغم أن الصفقة الأمريكية تحكي أن من حق الفلسطينيين بعد أربع سنوات أن ينشئوا دولتهم ولكن هذه دولة باللغة الدارجة يقال عليها بالعامية المسخرة وباللغة الأكثر ترتيبا يقال عليها هزيلة لذلك هل بالفعل ألمانيا ودول أوروبا أخرى متبنية للموقف الإسرائيلي الذي يقول واحد لم ترتكب جرائم حرف فبالتالي لا حاجة لهذه المحاكمة اثنين أن سلطة الفلسطينية لم ترتقي إلى مرتبة دولة لكي تقدم هذه الشكوى إلى إسرائيل ضد إسرائيل بدعوى ارتكابها جرائم حرف سؤال الآن هذه هي جزرة أعطيت للإسرائيليين الوقوف إلى جنيبهم في محكمة إلهاي ولكن لا توجد عصر يوجد يبما جزرة أخرى للفلسطينيين وهي عبارة عن اعتراف ألمانيا وأوروبي بدولة فلسطينية ما يعني أنه بعد أن يتم الاعتراف بفلسطين كدولة هل يمكن للفلسطينيين أن يتوجه إلى محكمة الجنايات وفي حال توجه مرة أخرى الأوروبيون الذين اعترفوا بفلسطين كدولة هل سيقفون إلى جانب الصحيفة محكمة إلهاي على اعتبار أن فلسطين لم ترتق إلى مرتبة الدولة لأنها الآن هي أصبحت بمثابة الدولة المعترفة بها فهل سيدعمون الطلب الفلسطيني بتقديم شكوى بشراء الحرف العنوان في صحيفة الحياة الجديدة هو يأتي رد على هذا الموقف الألماني والموقف الأوروبي على اعتبار أن هناك بغوض سياسية تمارس على الدول لكي تحبط إنشاء المحكمة ضد إسرائيل وعلي يعني كان هناك عنوان قبل أيام في أصحاف الإسرائيلية وأيضا تصريح أدل بن يمين نتنيو الذي قال يعني من سيقاطعنا سنقاطعه في أعقاب مقاطعة أيضا منتجات المستوطنات وأيضا القائمة السوداء نعم لأن إسرائيل تشعر أن لديها دعم كبير من الإدارة الأمريكية وأنا في نهاية المطاوف ستتدخل الإدارة الأمريكية وبالفعل كان هناك بعد إعلان الأمم المتحدة في اليوم التالي كان لمجلس الشيوخ الأمريكي السينات بيان أدان في هذه الخطوة الأممية نعم وفي أقاب وأيضا نتحول إلى التصعيد الأمني وأيضا التوترات في الجبهة الشمالية صحيفة معريف اثنان من القتلى في سوريا ضباط إيرانيين وأيضا في صحيفة الوطن السورية تناولت أيضا العنوان هناك زيارة لرجاني عفوا في دمشق اليوم ويلتقي اكتبار مسؤوليها نعم قبل ليلتين كانت هناك أنباء عن استهداف منشآت إيرانية بالقرب من العاصمة السورية دمشق إسرائيل لم تتبنى هذا القصف بشكل رسمي ولكن لا أحد يعتقد أن هناك لعب ثاني له مصلحة بالقيام بهذا النوع هنا العنوان في صحيفة معريف يستند إلى بعض ما نشر في وسائل الإعلام لبنانية من أن بعض القتلى في ألغاء أو بتحديد اثنين من القتلى هم من الضباط الإيرانيين وهذا تأكيد لما تقوله إسرائيل أن إيران مستمرة في تعزيز حضورها العسكري واللوجستي في سوريا كيف تقرأ تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بن يمين نتنيو الذي صلاح وقال لوسائل الإعلام الإسرائيلي أن ربما هذه ضربة لطائرات بلجيكية هو يسخر أن قيادة الجيش والمؤسسة العسكرية لا تؤيد تبني إسرائيل الجيش يقوم بالقصف ولكنه يقول أنا لا أريد أن أحرج إيران لا أريد أن أحرج سوريا وأدفعه ما بالتالي باستهداف إسرائيل فتتسع ربما رقعة التوتر ورقعة المواجهة على مدار سنوات كانت هناك سياسة الضببية أن إسرائيل تقصف وتقصف وتقصف لا تتبنى وبالتالي تحفظ ما وجه الطرف الآخر في العام الماضي وعلى خلفية معركتين انتخابيتين في إسرائيل وحاجت بنيمين نتنياهو لبضع النقاط الانتخابية قام بتجاوز هذه السياسة سياسة الضببية وتبني بعض العمليات الأمر الذي أثار استياء لدى المستوى العسكري الذي يعتقد أن السياسيين يتبجحون ويصرحون وفي النهاية قد يتطور الآمر عليهم أن يعطوا الرئيسة لزيادة لرجاني في الوطن لا ندري هل هي بعلاقة مباشرة للقصف الإسرائيلي ولكن هذا يأتي للتأكيد على التحالف السوري إيراني للتأكيد على دور إيران في سوريا وفي ظل الأنباء التي تتحدث عن أنه ربما في تسوية مستقبلية سيطلب من إيران إخلاء قواتها من الأراضي السورية بالكامل نعم وفي الجبهة الجنوبية علي العنوان في صحيفة معريف أيضا في عقابي إطلاق القضائف أمس تقليص مساحة الصيد وإلغاء تصريح العمل نعم في إطار التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل بين فصائل قطاع غزة وإسرائيل على ما يبدو على خلفية عدم حدوث أي اختراف وانفراج في الاتصالات الدائرة بين حماس وبين إسرائيل في القاهرة هناك قصف مستمر لا نتحدث عن قضائف بيئة العشرات ولكن هناك يوميا إما قذيفة أو إثنتين أو أكثر تطلق من الأراضي الغزية باتجاه جنوب إسرائيل تدوي سفرات الإنظار الجيش الإسرائيلي يرد وموضوع فشل الحكومة أو ما يسمى إسرائيليا بفشل الحكومة بوقف هذه الصواريخ بات موضوع يتم تدوله كثيرا في الحملة الانتخابية جانس يتهم وليبرمان يتهم الحكومة الحالية بأنها تفشل بلجم فصائل قطاع غزة بالإضافة إلى الرد العسكري قامت إسرائيل بإلغاء ألاف تصريح العمل التي أعطيت لعمال فلسطينيين من أجل العمل بإسرائيل وأعادت وقلصت مساحة الصيد المتاحة لصيادين فلسطينيين من القطاع في هذا السياق كانت هناك تصريحات لرئيس تحالف كحولفان بني جانس بلامس قال لا يستبعد في حال تطلب الأمر أن تكون هناك مواجهة عسكرية مباشرة مع حماس في غزة نستالي بنيت أيضا قال لربما قد تكون خلال فترة الربيع نتنيوه لم ينفي ذلك أيضا الجميع يضع على الطاولة أيضا إمكانية أن تكون هناك حرب أو حملة عسكرية مباشرة والجميع أيضا يضع أمامه صندوق اقتراع في أثاني من أذار وهم يريدون أن يقولوا لسكان الجنوب بالدرجة الأولى وبالدائرة الأولى ولسكان إسرائيل بالدائرة الثانية أننا سنلجم وسنضرب وسنفعل وكل هذه الأمور وهم يعني يهمشون الجزء الفلسطيني أو المطالب الفلسطينية بمعنى الحصال الفلسطينية تقول دون إحداث تغيير حقيقي على الوضع المعيشي المفروض على مليونين فلسطيني في قطاع خزة فستستمر هذه الأحداث الجنوب الإسرائيلي يريد معادلة هدوء مقابل هدوء بينما الجنوب الفلسطيني يسعى لمعادلة تقول تخفيف للحصار ليس رفع كامل للحصار تخفيف للحصار مقابل هذا الهدوء هذه التصرحات للسياسين الإسرائيليين اعتدنا عليها الحرب الأخيرة كانت قبل أربع سنوات الآن الطرفين الإسرائيلي على الأقل الحكومة الحالية وحماس غير معنياني بتصعيد الموفق وعلى احتدام المعركة الانتخابية في إسرائيل التصريحات نتناول في دعوة أحرونة لبيرمان يقول أن جانتس يكذب بوقاها بينما نتنيوهو أيضا يصرح والآخر في صحيفة إسرائيل يقول أن جانتس يضلل ليس لديه حكومة بدون الطيب إذن تصريحات نارية خلال الأيام الأخيرة فيما يتعلق من جهة ضربة القائمة المشتركة تعويل على حكومة تستند على القائمة أو أصوات العرب في المقابل أيضا ليبرمان يحاول أيضا ضربة جانتس من أجل المحافظة على قوته البرلمانية لأن جانتس وليبرمان يلعباني في نفس الملعب الانتخابي أي يتنفساني على نفس المخزون الانتخابي جمهور الوسط يمين ليبرمان يقول أن جانتس يتحدث أنه سيشكل حكومة من كخولفان ومن حزب العمل ميريتس ومن حزب ليبرمان لكنه يحذر أن جانتس لم يشطب فرضية أن يتعاون من أحزاب المتدينة الذي عليها يبني ليبرمان كل حملته الانتخابية على إسرائيل علمانية إسرائيل لبرالية وما إلى ذلك هذا في يدعوت أخر نوت في صحيفة إسرائيل هايوم الصحيفة البيتية لرئيس الوزراء بن يمين نتنياهو نتنياهو يرد على جانتس الذي قال أنني لن أستند على الأصوات العربية ونتنياهو إذا ما سمحت لي محق لأنه لجانتس لن تكون هناك أي حكومة تدعمه أوتوماتيكيا بدون الأصوات العربية هو يمكن مستندا بأن له شبكة أمان من الأحزاب العربية أن يذهب لسيناريوهات أخرى ولكن في ما تظهره الآن الاستطلاعات الرأي يعني في أحسن الحالات هو ينقصه بين مقعدين إلى أربع مقاعد حتى يصل إلى الأغلبية نعم وبهذا نختم عنوان الصحف الإسرائيلية لنتحول إلى الصحف العربية صحيفة الوطن السورية العنوان الجيش تقدم غرب حلب ويبدأ معركة تأمين المدينة وإذن عنوان آخر مصادر روسية تركية سلمت من أسلحتها وزيها العسكري لإرهابيي تحرير الشام العنوان الأخير في صحيفة الاتحاد روسيا تركيا تمد النصر بالصواريخ تهم موجهة لتركيا في عقب أيضا كما سمعنا من روسيا وعنوان أخرى فيما يتعلق بالملف السوري استكمال المعارك في الشمال السوري في غرب حلب وفي إدلب وبما أن رغم الاتصالات الدبلوماسية الروسية التركية إلى أن المعارك مستمرة الوتيرة والحدة تختلف ولكنها مستمرة لذلك يتحدث الجيش أنه يتقدم غرب حلب ويبدأ بمعركة تأمين المدينة العنوان الآخر في الوطن السورية مصادر روسية تركيا سلمت من أسلحات وزيع العسكرية الإرهابية تحير الشام بمعنى تتهم تركيا أنها تتواطأ تتعاون تدعم جبهة النصرة جبهة النصرة هو الامتداد أو الفرع السوري لتنظيم القاعدة بمعنى اتهام غير مباشر لأردوغان أنه يتعاون مع القاعدة ويدعم تنظيمات إرهابية هذا يأتي في ظل توتر روسي تركي وفي ظل تقارب تركي أمريكي وعلينا أن نرى كيف هذه المعادلة الجديدة ستنعكس على الأوضاع في الشمال السوري الاتحاد الامراطي بطبيعة الحال تريد التركيز على الاتهامات الروسية التي تقول أن هناك علاقة بين إرهابية النصرة وبين تركيا نعم نتحول إلى صحيفة العرب وزير الخارجية لسنا مسؤولين عن فشل حل الأزمة مع الرياض هذا هو العنوان في صحيفة العرب فيما يتعلق بالأزمة بين الدوحة والرياض نعم الحكومة السعودية كانت قد صرحت الأسبوع الماضي أن كانت هناك اتصالات خلف الكواليس اتصالات سرية سعودية قطرية في محاولة لاحتواء الأزمة الخليجية ولكن الجانب السعودي قال بما أن قطر مصر على موقفها وعدم التعاطي مع مطالب الدول المقاطعة لها فإن هذا التعنط القطري هذا الموقف القطري أفشل الجهود لإعادة اللحمة الخليجية لإحداث اختراق في الأزمة الخليجية وبما أن السعودية ألقت باللائمة على قطر وبالمسؤولية على فشل هذه الاتصالات للخروج من الأزمة الخليجية ترد قطر مرة أخرى وتقول أن ليست هي المسؤولة عن فشل حل الأزمة وإنما الشروط التعجزية التي تضعها الرياض والدول الأخرى هي التي تحول حتى الآن دون الخروج من هذه الأزمة الخليجية نعم نتحول إلى الصحف العالمية والعلوان في صحيفة لباريسيان الفرنسية الانتخابات البلدية في باريس ارتدادات صدمة غريفو نعم غريفو كان مساعدا قريبا جدا من رئيس الجمهورية الفرنسي إمانويل مكرون كان نجمه صاعدا اعتبر مكرون أن مساعده غريفو هو الأنسب ليقود قائمة حزبه في الانتخابات على رئاسة بلدية باريس التي لا زالت تحكمها الاشتراقية أن هيدلغو التي تمتع بشعبية كبيرة ولكن في عهد الميتو وفي عهد التسريبات هاكر روسي يعيش في فرنسا بناء على حصوله على اللجوء السياسي سرب تسجيل فيديو يظهر فيه غريفو وهو يرسل رسائل ذات طابع جنسي لامرأة فرنسية وهو متزوج ولديه أولاد هذا الهاكر قال أن ما أثاره هو تضليل غريفو الذي يدعي أنه يريد بناء العائلة الفرنسية الكلاسيكية والولاء والإخلاص بين الزوجين وداخل العائلة وفي الوقت ذاته هو يخون زوجته يخون القيم الأسرية وقام بنشر هذا المقطع اللافت أنه كان هناك إجماع بين السياسيين في فرنسا على إدانة هذه الخطوة ضد غريفو واعتبروها تدخلا في خصوصياته وفي حياته الشخصية لكن في نهاية المطاف هو انسحب ما يفتح الطريق على الرئيسة الحالية التي تبقى رئيسة بلدية باريس نعم الإعلام وخبير في شؤون الشرق الأوسط علي واكد رفقتني في هذه الجولة شكرا جزيلا لك وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد على أمل لقائبكم في عدد آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة